نعم أستاذ ما رأيك أيضا في المهرجان الذي أقيم بعنبا وصطيف كيف تقيم هذه المهرجانات؟ أنا هنا لست بناتق رسمي لأي مهرجان أنا صراحة أقودها بصراحة كان شرف لي أني يكون مكلب الإعلام في مهرجان عنبا للفيلم المتوسطي لكن لست كناتق رسمي ولكن سأحدثك كشاهد عيان وكمكلف بالإعلام من وجهة نظري الشخصية قبل كل شيء لأنه شاهد عيان ليس كمن يسمع الشاهد ليس كمن يسمع فأنا باختصار شديد في كلمتين عن مهرجان عنبا للفيلم المتوسطي جمهور عنبا والعائلات العنبية في الصورة الجميلة في نهاية المهرجان في اليوم الختام والأول أمطار كانت عندنا أمطار صبت في وليت عنبا في يوم الختام ولكن بقيت العائلات العنبية أمام السجاد الأحمر تراقب وتفتخر بمدينتها بأنه هؤلاء النجوم مروا عن السجاد الأحمر في الافتتاح وههم أمام عيونهم في الختام أن تلك العائلات التي بقيت تحت الأمطار وتنتظر وتستمتع بمهرجانها هو مهرجان عنبا بالدرجة الأولى لجمهور عنبا والعائلات العنبية تشوفهم ينتظروا تحت الأمطار أعتقد أنه أول قرار تخده محافظة مهرجان عنبا بالدرجة الأستاذ والصديق والناقض السينمائي علال محمد قرر أن تكون نسبة من مقاعد المسرح لتلك العائلات ليكرمها محافظة المهرجان تقديرا لتلك العائلات والجماهير التي بقيت تحت الأمطار تتابع مراسيم حفل الختام أن يقدم لها هذا الشكر العرفان والتقدير كمحافظة المهرجان لذي كان حاضرا بأم عينيه فقرر في تلك اللحظة تخصيص لكل العائلات حاضرة أمام السجاد الأحمر تكريم لها أنت هكون حاضرة في حفل الختام أمام حتى السلطات والفنانين فبالتالي أنا هذه أول صورة التي اختمت بها مهرجان عنابة لفيلم المتوسطي وكمكلب الإعلام كنت حاضر أمام السجاد الأحمر لكي تكون الأمور أكثر تنظيما وسلسل الدخول والخروج من المسرح الجهوي في حفل الختام فهذه باختصار شديد الشهداء وانتباعي حول مهرجان عنابة بقية التفاصيل كانت العروض وكانت الأفلام وكانت المناقشات وكانت المستر كلاس وكانت الوراشات والندوات لأنه كان أيضا حصة الأسد في مهرجان عنابة لفلسطين يعني وفي عنها وفي استطيف الهضاب عاصمة الهضاب أنا كوجهة نظري لم أكن شاهد عيان ولكن تابعتها عبر وسائل الإعلام كباقي الزملاء والمهتمين بالحركة السينمائية والمهرجانات أنها على المهمون حسب الأصداء الوريدة من عنابة أنها كانت ناجحة هذه الأيام السينمائية وننسى أنها من تنظيم المجلس البلدي لبلدية ستيف المكلف بالتقافة فقط هذا دليل على أنه نستطيع نستطيع أن ننظم كل المهرجانات ولكن لما توفر الإرادة السياسية أولا وتانيا أن يكون الفريق اللي يشرف على هذه المهرجان متمكن ويحب أن ينجح فبالتالي باختصار شديد أنا أقول ألف مبروك للمنظمين مقارنة بالمهرجانات الدولية كيف ترىها؟ لا ما زل نبعاد صراحة أن أقولها بكل صراحة ما زل نبعاد على باقي المهرجانات سواء في المغرب العربي أو العالم العربي وحتى الدولي لكن لأننا كإنطلاقة يعني كإنطلاقة وعودة لمهرجانات مستقبل أن نستطيع حتى هنا أن ننظم مهرجاناتنا السينمائية في أجمل صورة وعلى أعلى مستوى حتى بالأسماء التي تكون حاضرة فقط حين يتوفر الجو الملائم للتنظيم ويكون الجميع ملتف على هذا المهرجان أو ذاك ويكون الدعم المعنوي والمادي من طرف الويصاية ويكون النجاح حليف هذا المهرجان أو ذاك فقط أن نخلص العمل والنية كهدف رئيسي هو أن نشرف بلدنا ونقدم صورة جميلة عن بلادنا باختصار جميلة زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر جميلة من طرف الويصاية جميلة من طرف الويصاية جميلة من طرف الويصاية